هذا في ندوى نشطة رئيس ديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عشور بوجانا حول نتائج عملية توجيه حملي شهادة البكالوريا أكد هذا الأخير أن هذه السنة دراسية كانت استثنائية وصعبة وفيما يخص نتائج الرغبات فقط 10 ألف الطالب لم يقدموا رغباتهم وحوالي خمسة منهم أو خمسة هم خارج الرغبات هاجر بوعلي هذا العام استثنائي كنا نعلم هذا الشيء في جوية وتسجيلات في سبتمبر العام هذرنا في نوفمبر ولكن الحمد لله أننا أنهينا السنة الجامعية 2019-2020 بقى غير القليل برك وتنتهي وسنشرع في السنة الجامعية الجديدة وعلننا النتائج اليوم توجيه لحاملي شهادة البكالوريا فقط 10 ألف طالب حوالي 10 ألف طالب لما ناجح في البكالوريا لما قدموش الرغبات تحمد حتى الآن أما الباقي فكلهم توجهوا بقى خمسة لاف أعطينا لهم خارج الرغبة تحمد وأيضا عندهم يدخلوا وشفتوا الآن غير ما افتحنا تقريب 600 واحد لدخلوا دخلوا الرغبة تحمد جديد وإن شاء الله يلتحقوا هذا الخمسة لاف بالباقية ونتمنى لهم إن شاء الله مشوار جامعي ناجح إذن مشاهدينا توقف الآن نتعرف على جديد أخبار الرياضة مع ابتسام مشوار صباحك سعيد ابتسام صباحك يا أسعد زنان